أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم بخدمة دروس اليوم لدينا دارس بعنوان المجسمات لمادة الرياضيات للصف ثاني ابتدائي فهيا بنا أعزائي الطلاب نتعلم اليوم تمييز المجسمات عن غيرها من الأشكال الهندسية ووصف المجسمات بحسب عدد الأوجه والأحرف والرؤوس فيها فهيا بنا للنشاط التالي هذه مجسمات وللمجسم ثلاثة أبعاد إذن يا أبطال سنستعرر مجموعة من المجسمات وأول هذه المجسمات يا أبطال هو الكرة إذن يا أبطال الكرة تعتبر من المجسمات والمجسم الآخر يا أبطال يسمى مكعب وكذلك هذا المجسم يا أبطال يسمى هرم وهذا المجسم يا أبطال يسمى مخروط وهذا المجسم يسمى أسطوانة وهذا المجسم يسمى يا أبطال متوازي مستطيلات إذن يا أبطال لدي الآن مجموعة من المجسمات ثلاثية الأبعاد والمجسم يا أبطال يشغل حيز من الفراغ وله جسم ولكي نتعرف على بعض الخصائص وبعض الصفات يا أبطال لهذه المجسمات أصف المجسمات بحسب عدد الأوجب والرؤوس والأحرف فمثلا إذا كان لدي هذا المجسم وهو عبارة عن مكعب أحسنتم هذا المكعب يا أبطال هي مجموعة من الصفات أول هذه الصفات يا أبطال الوجه سطح المستوي إذن يا أبطال هذا المكعب فيه أوجب والوجه يا أبطال هو السطح الذي يستقر عليها الجسم إذن هذا يا أبطال يسمى وجه وهذا يا أبطال أيضا يسمى وجه وفي الأعلى وجه وفي اليسار هنا يا أبطال وجه وفي الخلف يا أبطال أيضا يسمى وجه وفي الأسفل يسمى وجه إذن يا أبطال الوجه هو السطح الذي يستقر عليه الشكل وهو سطح مستوي الصفة الثانية يا أبطال الحرف إذن سنتعرف على الحرف والحرف هو التقاء وجهين إذن لا يتكون الحرف يا أبطال إلا بالتقاء وجهين مثلا هذا وجه يا أبطال وهذا وجه الآن نلاحظ أن هذين الوجهين التقيا خط الالتقاء هذا يا أبطال يسمى حرف إذن يا أبطال المحدد بالأحمر هذا يسمى حرف وهذا أيضا حرف وهذا حرف وهذا حرف إذن هذه أربعة أحرف في الأعلى وفيها أيضا يا أبطال أربعة أحرف في الأسفل وأيضا يوجد أربعة أحرف تصل بين القاعدة السفلة والقاعدة العليا هذه يا أبطال جميعها تسمى أحرف ممتازين الصفة الثالثة يا أبطال الرأس إذن الرأس هو نقطة التقاء ثلاثة أوجه أو أكثر فمثلا يا أبطال لدي ثلاثة أوجه يا أبطال هذا الوجه الأول وهذا الوجه الثاني وهذا الوجه الثالث نقطة التقاء يا أبطال هذه الأوجه تسمى رأس إذن هذا يا أبطال يسمى رأس وهذا رأس وهذا أيضا رأس وهذا أيضا رأس إذن لدي أربعة روس يا أبطال في القاعدة العليا وأيضا لدي أربعة رؤوس في القاعدة السفلة إذن لدي ثمانية رؤوس في هذا الشكل إذن يا أبطال سنتعرف في المجسمات على عدد الأوجه في كل مجسم وعدد الأحرب وعدد الرؤوس أحسنتم ننتقل الآن للمثال الأول أكتب اسم المجسم ثم أحوط الشكل الذي له الشكل نفسه منتازين هذا المجسم يا أبطال ذكرنا أنه يسمى متوازي مستطيلات إذن ما هو الشكل من بين هذه الأشكال يا أبطال الذي نستطيع أن نقول أنه متوازي مستطيلات منتازين علبة المنادير يا أبطال على شكل متوازي مستطيلات هل هذه العلبة يا أبطال على شكل متوازي مستطيلات لا أحسنتم هل هذا الشكل يا أبطال عبارة عن متوازي مستطيلات نعم ممتازين إذن هذا يمثل نفس الشكل هل علبة الهدية يا أبطال تشبه متوازن مستطيلات؟ أحسنتم تشبه أيضا متوازن مستطيلات ننتقل للتدريب الأول أكتب اسم المجسم ثم أحوط الشيء الذي له الشكل نفسه ماذا سمينا هذا المجسم يا أبطال؟ ممتازين سميناه مخروط أحسنتم أي الأشكال التالية يا أبطال؟ يعتبر مخروطي الشكل أي نفس الشكل هذا؟ ممتازين بسكوت الأسكريم يا أبطال يعتبر مخروطي الشكل هل هذا الشكل مخروط؟ أحسنتم لا هذا لا يعتبر مخروط هل هذا يا أبطال يعتبر شكل مخروط؟ ممتازين إذن نضع على أي دائرة هل هذا يا أبطال تعتبر شكل مخروط؟ أحسنتم هذا لا تعتبر شكل مفروض ممتازين ننتقل للنثال الثاني أكتب اسم المجسم ثم ألون الأشكال المشابهة له ما اسم هذا المجسم يا أبطال؟ أحسنتم أسطوانة إذن هذا المجسم يا أبطال اسمه أسطوانة الآن يا أبطال نلون الشكل الذي يشبه الأسطوانة هل هذا تعتبر أسطوانة يا أبطال؟ لا أحسنتم هل هذا الشكل يعتبر أسطوانة؟ نعم ممتازين إذن نلون هذا الشكل هل هذا الشكل يعتبر أسطوانة يا أبطال؟ نعم أحسنتم ننتقل للتدريب الثاني أكتب اسم المجسم ثم ألون الأشكال المشابهة له ما اسم هذا المجسم يا أبطال؟ أحسنتم متوازي مستطيلات هل هذا الشكل يا أبطال يشبه شكل متوازي مستطيلات؟ نعم إذن يا أبطال هذا الشكل متوازي مستطيلات هل هذا الشكل متوازي مستطيلات؟ لا هذا يا أبطال يعتبر أسطوان أحسنتم إذن لا نلونه هل هذا الشكل يعتبر متوازي مستطيلات؟ نعم ممتازين إذن نلون هذا الشكل ننتقل الآن للمثال الثالث أعد الأوجب والأحرب والرؤوس مستعينا في المجسمات المرسومة في كل مما يأتي إذن يا أبطال لدي المجسمات الثالية وسنوجد عدد الأوجب وعدد الأحرب وعدد الرؤوس أول هذه المجسمات يا أبطال هو مكعب إذن يا أبطال هذا المكعب كم عدد الأوجب في المكعب؟ الوجه يا أبطال هو سطح مستوي وهو السطح الذي يستقر عليه الشكل الآن نحسب عدد الأوجب في المكعب هذا يا أبطال في الأعلى واحد وفي الأسفل واحد إذن اثنان وهذا واحد ثلاثة وهذا في الجنب يا أبطال أربعة وهذا في الأمام خمسة وفي الخلف ستة إذن كم عدد الأوجب في المكعف ستة يا أبطال حسنتم الآن نوجد الأحرف الحرف يا أبطال هو التقاء وجهينا حسنتم إذن نحسب الأحرف يا أبطال الآن واحد اثنان ثلاثة أربعة لدي يا أبطال في قاعدة العليا أربعة وفي السفلة أيضا أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن أربعة وأربعة تصبح ثمانية ولدي أحرف تصل بينهم يا أبطال هذا واحد اثنان ثلاثة أربعة أيضا إذن ثمانية نضيف لها أربعة تصبح يا أبطال اثنى عشر إذن المكعب له اثنى عشر حرفا يا أبطال الآن نحسب عدد الرؤوس الرؤوس يا أبطال هي التقاء ثلاثة أو جنة هذا يا أبطال رأس وهذا رأس اثنان وهذا رأس ثلاثة وهذا رأس أربعة وهذا خمسة وهذا ستة يا أبطال وهذا سبعة وهذا بالخلف ثمانية أحسنتم إذن للمكعب يا أبطال ثمانية رؤوس نأتي للمجسم الآخر متوازي مستطيلات إذن يا أبطال هذا المجسم يسمى متوازي مستطيلات الآن نحسب عدد الأوجب هذا في الأعلى يا أبطال واحد في الأسفل وفي الأسفل اثنان في الجنب الأيمن ثلاثة وفي الأيسر أربعة وفي الأمام خمسة وفي الخلف ستة إذن للمتوازي المستطيلات ستة أوجه الآن نحسب عدد الأحرب واحد في الأعلى اثنان ثلاثة أربعة إذن في القاعدة العلية أربعة وفي السبرة يا أبطال أيضا واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن أربعة وأربعة ثمانية أحسنتم وهنا واحد ثلاثة أربعة ثمانية وأربعة يا أبطال تصبح كم؟ إثنى عشر إذن لمتوازن المستطيلات 12 حرفا الآن نحسب عدد الرؤوس 1 2 3 4 5 6 7 8 إذن لمتوازن المستطيلات 8 رؤوس إذن المكعب ومتوازن المستطيلات يأطال لديهم نفس عدد الأوجه وعدد الأحرف وعدد الرؤوس أحسنتم نأتي الآن يا أبطال للهرم هذا يا أبطال شكل للهرم نحسب الآن عدد الأوجه الآن يا أبطال نبدأ أول وجه يا أبطال هو الذي بالأسفل إذن هذا 1 وهنا 1 2 وفي الخلف 1 3 وفي اليسار 4 وفي الأمام هنا يا أبطال 5 أحسنتم إذن عدد الأوجه في الهرم 5 أوجه الآن نحسب عدد الأحرف الأحرف يا أبطال هي انتقاء وجهينا أحسنتم إذن 1 2 3 4 يوجد لدي أربعة أحرف في القاعدة 5 6 7 7 وهناك حرب داخل يا أبطال 8 إذن للهرم يا أبطال 8 أحرف الآن نحسب عدد الرؤوس هذا 1 2 3 4 5 5 إذن للهرم 5 رؤوس أحسنتم نأتي لمجسم الآخر أسطوانة هذا يا أبطال شكل الأسطوانة كم عدد الأوجه في الأسطوانة يا أبطال 2 أحسنتم هذا 1 يا أبطال وهذا 2 إذن عدد الأوجه في الأسطوانة يا أبطال 2 كم عدد الأحرف الحرف يا أبطال يتكون عند انتفاء وجهين هل أوجه الأسطوانة تلتقي يا أبطال لا أحسنتم إذن كم عدد الأحرف صفر ممتازين بما أن يا أبطال عدد الأوجه في الأسطوانة لا تلتقي إذن هل يتكون رؤوس ممتازين إذن لا يوجد لدي رؤوس في الأسطوانة إذن نكتب صفر إذن الأسطوانة لديها وجهين ولديها صفر من الأحرف ولديها صفر من الرؤوس أحسنتم الآن نأخذ يا أبطال المخروض هذا شكل المخروض يا أبطال كم عدد الأوجه في المخروض أحسنتم وجه واحد إذن يا أبطال هذا يمثل وجه المخروط الوحيد إذن نكتب واحد كم عدد الأحرف في المخروط يا أبطال أحسنتم صفر لماذا صفر يا أبطال لأن المخروط له وجه واحد والحرف لا يتكون يا أبطال إلا بالتقاء وجهين أحسنتم إذن عدد الأحرف في المخروط صفر ممتازين الآن يا أبطال نأتي بعدد الرؤوس كم لدي رأس في المخروض؟ ممتازين لدي رأس واحد أحسنتم نأتي من جسم الآخر وهو كرة هذه يا أبطال الكرة كم عدد الأوجة يا أبطال في الكرة؟ أحسنتم صفر لا يوجد سطح مستوي يا أبطال في الكرة كم عدد الأحروف؟ صفر أحسنتم وكم عدد الرؤوس في الكرة؟ صفر ممتازين إذن يا أبطال هذه عدد الأوجة وعدد الأحرف وعدد الرؤوس في هذه المجسمات المكعب ومتوازن مستطيلات لديها ستة أوجة واثنى عشر حرفا وثمانية رؤوس الهرم خمسة أوجة وثمانية أحرف وخمسة رؤوس الأسطوانة وجهان ولا يوجد لديها لا أحرف ولا رؤوس المخروض له وجه وليس له أحرف ولديه رأس واحد الكرة ليس لها أوجة ولا أحرف ولا رؤوس ننتقل للتدريب الثالث أحوط الأشكال التي تتفق مع الوصف ستة أوجة واثنى عشر حرفا وثمانية رؤوس هذا الوصف يا أبطال ما هي المجسمات التي تتفق عليك؟ أحسنتم المكعب ومتوازن المستطيلات ما هي الأشكال يا أبطال هنا التي تشبه المكعب أو مزوز المستطيلات؟ أحسنتم الهدية يا أبطال هل هذا الشكل يا أبطال يعتبر مكعب أو مزوز المستطيلات؟ لا أحسنتم هل هذا الشكل يعتبر مكعب أو مزوز المستطيلات؟ نعم أحسنتم ننتقل للتدريب الرابع أحوط الأشكال التي تتفق مع الوصف صفر وجه صفر حرف صفر رأس ما هو المجسم يا أبطال؟ الذي يكون هذا وصفه أحسنتم الكرة ما هي الأشكال التي تشبه الكرة؟ ممتازين هذا أول شكل هل المتقال ينطبق عليه هذا الوصف؟ نعم أحسنتم هل هذا المجسم ينطبق عليه هذا الوصف؟ لا أحسنتم ننتقل الآن لسؤال التقويم الأول أكتب اسم المجسم ثم أحوط الشيء الذي له الشكل نفسه ماذا نسمي هذا المجسم يا أبطال؟ ممتازين نسمي هرم هل هذا المجسم يعتبر هرم يا أبطال؟ لا أحسنتم هل هذا المجسم يعتبر هرم؟ ممتازين إذا نلول هذا المجسم هل هذا المجسم يعتبر هرم يا أبطال؟ ممتازين إذا نلول هذا المجسم ننتقل لسؤال التقويم الثاني أحوط الأشكال التي تتفق مع الوصف إثنان وجه، صفر حرب، صفر رأس هذا الوصف يا أبطال ينطبق على أي مجسم؟ الأسطوانة أحسنتم، الآن نحدد يا أبطال ونحوط الأشكال التي تشبر الأسطوانة هل القلم يا أبطال يشبر الأسطوانة؟ نعم أحسنتم، هل هذه العلبة يا أبطال تشبر الأسطوانة؟ ممتازين، نعم تشبر الأسطوانة، هل هذا الشكل يا أبطال يشبر الأسطوانة؟ ممتازين، هذا الشكل لا يشبر الأسطوانة، أحسنتم تعلمنا أعزائي الطلاب اليوم تمييز المجسمات عن غير هذه الأشكال الهندسية، وأول هذه المجسمات يا أبطال، هل هذا المكعب، وهذا يا أبطال يعتبر شكل المكعب والمكعب يحتوي على 67 من الأوجب، 12 من الأحرف، 6 رؤوس والمجسم الثاني يا أبطال هو متوازن مستطيلات وهذا شكل يا أبطال متوازن مستطيلات ويحتوي على ستة من الأوجه واثنى عشر من الأحرب وستة رؤوس والمجسم الثالث يا أبطال هو الهرم وهذا شكل الهرم يا أبطال ويحتوي على خمسة من الأوجه وثمانية من الأحرب وخمسة رؤوس والمجسم الرابع أبطال الأسطوانة وهذا شكل الأسطوانة والأسطوانة تحتوي على وجهان فقط ولا تحتوي على أحرف ولا رؤوس أحسنتم والمجسم الخامس يا أبطال المخروض وهذا شكل المخروض ويحتوي على وجه واحد ولا يوجد لدي أحرف ويحتوي على رأس واحد أحسنتم وآخر هذه المجسمات يا أبطال هو الكرة وهذا شكل الكرة والكرة لا تحتوي على أوجه ولا أحرف ولا أحرف رؤوس ممتازين أسأل الله العلي القديم لي ولكم التوفيق والسناد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته